أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر تحرص في الأول من مايو من كل عام على الاحتفال بعيد العمال بما يجسد وبعمق احترام الدولة لعمالها الكادحين وتقديرها لما يقدمونه من عطاء في ميادين الانتاج كافة جذلك في تهنئة رئيس مجلس النواب لشعب المصرية بمناسبة عيد العمال راكا من الدولة المصرية للدور الحيوي لعمالها جنود كتائب الانتاج في صنع وصياغة مستقبل الوطن والإصراع بمسيرته نحو الجمهورية الجديدة اتخذت وما زالت خطوات جادة من أجل صيانة وحماية حقوقهم وتنمية وتطوير مهاراتهم لتعظيم الاستفادة منها واستثمار ما تسخر به عزائمهم من قوة وما تتمتع به إرادتهم من صلابة فالدولة لديها يقين راسخ بأن قدرتها على مجابهة ما يموج به العالم من أزمات اقتصادية متتالية نالت آثارها بالطبع الدولة المصرية والخروج منها بأقل الخسائر لن تتحقق بمستوى المنشود إلا بمشاركة حقيقية وفاعلة لسواعد عمال مصر الأوفياء